النهاردة في أماكن معين للألم دكتور مثلاً الألم هنا معنائش، الألم هنا معنائش، الألم أسفل معنائش، الألم في المنتصف معنائش ومتى يكون هناك حالة للذهاب إلى الطبيب مباشرة أنا أحاول أن نبدأ من بره قبل أن نخش في الأحشاء جواعي لو في عنا يمكن صورة بتساعدنا على الشرح كثير كوي الشباب في صورة الأولى نعم يمكن صورة تماماً هذه صورة كثير جميلة جداً البطن نحن مثل ما شايفين البطن يقسم بثلاثة بستة خيوة بسطة بألمسا محمد تسعة مربعات تسعة مربعات بأربع خطوب تماماً يعني عندنا قسم علوي قسم منتصفي قسم بالقسم السفل أسفل السرة القسم العلوي نحن نبدأ من اليمين لليسار عندنا ما يسمى بالمراق الأيسر الليفت هايبو كوندريم عندنا ما يسمى بالإبيغاستريم اللي هو الشرسوف المنتصف الأهلة في الأيمن المراق الأيمن أو الريت هايبو كوندريم بالمنطقة المنتصفين منتقط السرة بالوسط السرة جانب السرة الأيمان جانب السرة الأيسار أسفل البطن عندنا الحفرة الحرقفية اليمنى وهي الأشياء في التهابات الزائدة اللي دائماً معظم الناس تعرفوا بالألم في أسفل البطن على اليمين الالتهاب زائدة هايبو كوندريم من منطقة الخثالية أسفل البطن على يمين اليمنى هذا اليمنى نعم مثل ما شايفين عظم الحرقفية الأيمان في اليمنى وطبعاً يقابلها في الجهة اليسرى الحفرة الحرقفية اليسرى حتى حسب ما شايفين بالصورة مثلاً إذا بنا نحكي نحن على المنطقة المنتصفة العلوية اللي هي المنطقة الشرسوفية أو البيغاستريوم اللي هي هنا على البطن هنا بالزبط أسفل الصدر تماماً والصرة وما تحت الصورة وما أعلى الصرة بين الصرة بين يسموها الزيفويت بروسيس اللي هي عضمة القاس تمام شايفين الكبد اللي لونه بني والمعدة وجزء من المرارة اللي لونها أخضر في الصورة فهدول تعتبر دائماً هذا الألم ولكن أشياء الآلام في هذه المنطقة تكون آلام معيدية تمام اللي هي المربع اللي هي هنا أعلى البطن في المنتصف مثل ما شايفينه يعني النقطة هذه نعم هذه النقطة رح نحكي الأشياء ما رح نحكي طبعاً حتى تتكلم الآن عن النقطة دي نقطة أعلى الصرة وأسفل الصرة نعم أعلى الصرة وأسفل الصدر تماماً هي الشرسوف أشياء الآلام فيها هي الآلام المعيدية في الجهة اليمنى على الحافة الضلعية مثل ما شايفين على اليمين أو ما يسمى المراقل الأيمن اللي هي أشياء آلامه هي الآلام الكبدية والآلام المرارية في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى نعم اللي مقابلة أو جنب المعيدة هي الآلام بيسمون مراقل أسر قد تكون آلام ناتجة عن آلام تضخم طحالي أو آلام كولونية بذات الزاوية الكولونية اليسرى اللي هي هذه على اليسرى هنا على اليسار زي ما بيقولوا عندنا في مصر تحت الصفحة يعني تحت الصفحة اليسرى العلوية تماما تحت نحن سميها الحافة الضلعية السفلية تمام مباشرة أسفلها في الجهة بيقول كذا في مصر بحاول أوضح يعني بشكل أبسط يعني بعدين نجي على المنطقة المنتصفة منطقة السراء أشياء الآلام في منطقة السراء بالذات عن كبار العمر هي التشنج المعوي سواء التهاب أمعاء سواء كان التهاب عقد مسارقية عند الأطفال بعدين الجهة اليمنى أيضا واليسرى اللي هي جانب السراء قد تكون آلام أيضا معوية أو كولونية طبعا الكولون أنه كتير عضو هام عنه هو كولون مربع يمتد من أسفل الحفرة من اليمين أسفل البطن إلى الأعلى عند الكبد بعدين يمتد بالعرض ككولون عرضي بعدين عند الزاوية الطحالية بعدين عند الزاوية الطحالية إلى كولون نازل بعدين إلى كولون مستقيم في الأسفل بعدين إلى كولون سيني آسف بعدين كولون مستقيم فدائما هو مربع الكولون يحاصر المعدة بالكلم تماماً يناقض زوايا البطن من أسفل من الأيمان إلى الأعلى بالعرض بالأسفل وهو أشجع في هذه الأماكن طبعاً أسفل أو الحفرة الحرقفية اليمنى هي من النقاط الحساسة وهمة جداً عند أطباء الجراحة العامة لأنه أهم وأشياء أسفل الصرة في الجهة الأيمان إذا شفنا العظم الحرقفي العظم الذي هنا تماماً في الأيمان جنبه تماماً جنبه العظم هي المنطقة اسمها الحفرة الحرقفية اليمنى وهي من المناطق التي يشيع فيها آلام التهاب الزائدة الدودية وقد يختلط مع آلام التهاب الزائدة الدودية الأمراض التي تتعلق بأمراض المبيضة الأيمان عند السيدات أو أمراض الحالب الأيمن كالحصيات الحالبية في الجهة يعني نحن عندنا في الزاوية هذه بالضبط تحديداً أسفل لا تحت نحن نقول بالعامية الحوالب منطقة الحوالب تحت هنا بالضبط في أسفل كلah أي شرحت الآن تماماً تماماً ثم المبايض والحلالين عندي المبيض الأيمان عندي الحالب الأيمان قد ينتج عنه ألم عندي الزائدة الدودية عندي الكولون المستقيم آسف، الكولون الأعور الكولون الأعور مثلاً راح يجيني شاب بهذا الألم بتشوق بالزايدة اتشوق مريضه عمره 65 سنة في هذا الألم مشوق بأورام الكولون الأعور orام الكولون الأعور شايع جداً بعدين بتجي المنطقة جنب الحفرة القفلية من أسفل البطن في المنتصف نسميها المنطقة الخثلية قد تعبر عن آلام في المثاني أو آلام نسائية في الرحم أو حتى حمل ثم الجهة اليسرى اللي هي كمان من النقاط المهمة عند كبار العمر لعمار فوق الخمسة وخمسين سنة تعبر عن الآلام كولون السيني والآلام المزمنة للكولون السيني مثل داء الرتوج مثل آلام التهاب الكولون القرحي مثل أورام الكولون فهي تعتبر نقاط يعني حكينا نحن مبدئيا عن الآلام أو الأمراض الأشياء لهذه المربعات التسعة فهو بثمات لك نحن نقول بالعامية زي البطيخة يعني مرات مندخل على حالات آلام بطنية يعني يكون عملنا جميع الاستقصاءات ولكن لم نوصل إلى ألم أو أو السبب الرئيسي فنضطر مبدئيا إلى الاستقصاء داخل التنظير بالكاميرا مفوت داخل البطن ثم نضطر إلى فتح البطن على حسب الحالة فنقول بطيخة وفتحناها ولنحن محظنة وفي طلعنا نعم طيب أسأل سؤال هنا سألته قبل شوية لكن مع الصورة يبقى فيه فرق كبير الآلام في هذه النقاط التسعة اللي حضرك شرحتها الآن متى تكون خطر وتحتاج إلى تدخل طبيب لأن حضرك قلت الكبد وبعد كده قلنا الحالب وبعد كده قلنا النقاط كثيرة فيها أعضاء كثيرة مختلفة متى نحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب فورا تماما دائما نحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب في حالة الألم الحاد ما هو الألم الحاد؟ الألم الحاد يعني اللي هو الألم المفاجئ الذي بدأ من ساعات إلى أيام متعددة متاز معلومة مهمة هذا الألم الحاد يعني إذا أنت ألم غير قابل لإحتماله تصاحب مع أعراض يعني كثير طبعا هو ليس فقط ألم يعني ليس الألم هو اللي بيخليني أحكم في أعراض مصاحبة ألم وإسهال مثلا وهو تماما ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة الإقياء الإقياء ما طبيعة الإقياء هل هو إقياء مثل دم أو تحلي الأهوة دم خالص دم عملي يعني دغري على المستشفى ما فيه انتظار ولكن مرات بصير إقياءات سوداء نحن نسمي إقياء تحلي القهوة تمام هذا يدل على أعراض نسفية هضمية تمام أو كان مثلا أهلام مثلا بطنية شديدة بعد قصة رض إنسان مثلا بسوء العقلة وأكل خبطة في بطنه بعد شوي بعد ثلاث أربع ساعة ساعة عنده ألم شديد هذا الألم والألم حتى إذا حط إيده على بطنه هنحسه بطن متخشب زي فهذا كمان من علامات الآلام البطنية الجراحية التي تحتاج لتداكل جراحي طبعا ليس مجرد أنه بس أفحص هقول دخلي على طول عملية ولكن هي من الآلام فالألم الحاد أولا وطبيعة الأعراض المصاحبة لحظة الألم الحاد من ساعات إلى أيام نعم أيام قليلة مفاجئة مفاجئة ومصاحب للأعراض الحم القي أو الترجيع زي ما بنقول في مصر والإسهال وغيرها قد يكون الألم مزمنا ويقلب فجأة إلى حاد صحيح ما سأقل لك مثلا أعين أنا مثلا بقالي ثلاث سنين كل ما أأكل بتقيني وجع في أعلى المايدة في أعلى المايدة رحت الطبيب أمس كان عندي ألم في الضار خدت إبرت ديكلوفيناك وبعدها بعد الساعات صار عندي ألم شديد في المايدة وبيجي على العاجل على الإسعاف ونحصل والله ملاقي البطن جراحي نعمل إيك والله انثقاب قرحة داخل المايدة مريض عنده قرحة مزمنة وما بيعرف إنه مثلا في أدوية لازم يتجنبها وراحي عند طبيب وما قال قصة المرضية والطبيب لم يأخذ قصة مرضية كافية تمام أعطاه إبرت مسكن أدت إلى انثقاب قرحة بشكل لأنه كثير من المصريين اللي بتابعونا أو أخواننا في العالم العربي والإسلامي دائما ما يتعامل مع ألام المايدة بطريقة سهلة بمعنى إنه جاني ألم بعد ساعة راح خلاص خلصنا يعني ما عنديش إشي ما بيروحش للطبيب أو ينزل على الطبيب أو على الصيدلية فيديله كتف لام أو كتف أسط أو غيره من الأدوية المسكنات اللي بتتاخذ في مصر فالموضوع ويعدي ويمشي حتى كده أنا حبيت أكد على هذه الجزئية إنه لا يعني الألم المتقطع أن هناك شيء خطير لكن الألم القاسي بساعات وأيام يحتاج إلى تدخل مع المصاحبة لحما يعني ارتفاع درجة حرارة حرارة تجيع إسهال إسهالات وأنواع الإسهال هل هو إسهال مدمة هل هو إسهال مخاطي هل هو إسهال مثلا بألوان معينة قد توجه إلى التهابات معينة تمام والألم طبيعي طبيعيه للجراحة أنا قد يقول لك الألم بلش هنا وبعد ساعتين ثلاثة سمع لتحت هاي علامات الزائدة بيبلش ألم الزائدة ما بيبدأ مباشرة في أسفل البطن اليمين يبدأ عند الطفل أو عند الإنسان مصاب بألم في الشرس وفي أعلى المعيدة أيها بعد أربع خمس ساعات ينتشر الألم أو بيسمع إلى أسفل بطن في الجهة لا يحتاج تدخل فوري وهذا يحتاج إلى الاستشارة الجراحية واستشارة طبية والتقييم والاستقصاءات المخبرية والشعاعية الآن دكتور أنت شاء